موسيقى كل المناطق الشمالية سماء مغشات بشمال الصحراء باتجاه منطقة الواحد بينما راح تكون أجواء غائمة مرفقة بأمطار أحيانا راح تكون رادية ببورج باجي مختار باتجاه أعالي الهوغار والتاسيل في الظايرة إن شاء الله تبقى الوضعية الجوية مستقرة على المنطق الشمالية سماء مغشات جزئيا على المنطق الشمالية الوسطى الشرقية وأيضا الغربية في انتظار قدوم سحب كثيفة تكون مرفقة بأمطار رادية أحيانا تلتحق بمدن الهضاب العليا الغربية وأيضا الوسطى أواخر النهار تلتحق ليلا إن شاء الله أواخر الليل أقول بالمدن الساحلية الغربية وأيضا الوسطى رياح تصوص سرعة حتى 40 كم في ساعة تنشط على معظم المدن الساحلية تبقى الأجواء مغشات بشمال الصحراء باتجاه الواحد وتبقى أيضا دائما الأجواء غائمة مرفقة بأمطار رادية ببورج باجي مختار وعالي الهوكارو تأسيري باتجاه أقصى الجنوب الجزائري تطالل الرمال بسبب رياح من معتدلة إلى قويات تقدر تصوص سرعة تحت 40 كم في ساعة تنشط على منطقة الصورة ومدن السحراء الوسطى درجة حرارة الدنيا لصباح تخطي إن شاء الله درجتين فقط مرتقبة كأدنى مقياس بالأوريس ترتفع إلى 6 درجات على مدن الهضاب العليا الغربية المدن الداخلية الوسطى وأيضا الشرقية بينما متحدش إلى 10 درجات بباقي المناطق الشمالية 11 درجة بالواحات 10 درجات بشامل الصحراء 14 درجة بمنطقة بشار تنخفض إلى 13 درجة ببني عباس حوالي 20 درجة تقدر تنخفض إلى 15 درجة بمدن الجنوب الغربي مدن الصحراء الوسطى باتجاه الجنوب الشرقي وأعالي الهوكار 17 درجة بمنطقة جانيتو مقياس من 22 إلى 24 درجة ببرج باجي مختار وبيغنقززام درجة الحرارة القصوى لظاهرة تقدر 40 درجة كأعلى مقياس مرتقب على أقصى الجنوب الجزائري العنقززام وعين أزوا 38 درجة ببرج باجي مختار 37 درجة بيتندوف مقياس بمن 30 إلى 35 درجة بمدن الصحراء الوسطى باتجاه أعالي الهوكار تنخفض إلى 32 درجة بجانيتو باتجاه إليزي وإنميناس 25 درجة بغردايا وزلفانا 27 إلى 28 درجة ببني عباس باتجاه منطقة بشار تنخفض إلى 23 درجة بالواحات على كل من ورق لبسكرة تقورت والود بالنسبة للمناطق الشمالية عدد 23 درجة بالمدن الساحلية الغربية تم أيضا كل المدن الشابلية الوسطى 17 درجة بالأوراس 21 درجة بقسنطينة وميلة تنخفض إلى 20 درجة على كل من البيض ونعام على جيجلسكيك داع النبا والقالة وترتفع إلى 25 درجة على كل من تلمسان غليزان مع سكر وأيضا إشلف حالة البحر نهار غضوة إن شاء الله سيكون مضطرب على السواحل الغربية بينما يكون من قليل إطرب إلى مضطرب على السواحل الوسطى والشرقية رياح راح تكون في قطيارات شمالية شرقية على طول الشريط الساحلي سرعتها متعداش للـ 50 كم في الساعة على طول الشريط الساحلي رؤية راح تكون حسنة اتجاه الموجة من شرقي إلى شمالي شرقي بينما ارتفعها متعداش الزوج أمتر نخدم مشاهدينا الكرام بهذه الصور الجميلة لحمام المسخوطي المتواجد بولاية قلمة هذا الحمام يعد ثاني عالميا من حيث درجة سخونة المياه أصل تسمية تعود إلى أسطورة متداولة في هذه المدينة تقول بي أنه ربي سبحانه نزل الصخد بعض الناس حوالهم لصخور ينسين منها الماء الدافئ الحمام سياد سلطعت أنه تبدل تسمية تعود إلى حمام دباغ بينما السوكل الأصليين بقامة مسكين بالتسمية تعود وهي حمام المسخوطين نذكركم بالمعنمات الفلكية اللي تخص الجزائر العاصمة وضواحي 5 أبريل 2017 شروق الشمس يكون في حدود ساعة سادسة وثمية وعشرين دقيقة بينما الغروب يكون في حدود ساعة سابعة وثلاثين دقيقة العناويل الإلكترونية رأي في الخدمة لمزيد من المعلومات في مقص أحوال طقس وحتى البياء ومسي طيبة مع بقية فرامت شروق وفي أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة